طيب أنا عايزة أقول بقى كمان يعني إيه اللي لازم نسيبه في البيت قبل ما نطلع المصر؟ كل مشاكلنا يعني حاولي تسيبي كل مشاكلك يعني يونس أن أنت بتخرجي من شغلك الساعة 5-6 بالليل أنت لازم تسيبي كل ده على عتب بب شغلك كل اللي عدى بيك يفوق بيتك ما لوش دعوة بيه ابنك ما لوش دعوة بيه وبنتك ما لهاش دعوة وجوزك ما لوش دعوة صحيح المفروض أن احنا نكون بنشارك بعض إنما كمان لازم أكون سايب أصل المشكلة هجي لها تاني بكرة ما تقلقش يعني هتيجي بكرة تلاقيها ما تقلقش يعني ما فيش حاجة تقلق بس سيب مشاكلك وإنت طالع تصيف سيب مشاكلك أنت وتخنقتوا مع بعض الزوج والزوجة سيبوا المشكلة دي في البيت تعالى نقضي الوقت ونرجع إن شاء الله تكون خلصت وما فيش مشكلة يعني مش هنقفل على حاجات زعلنين عليها احنا هنقفل على الحاجات اللي احنا مش عايزين أخدها معانا تعالى نسافر وإحنا مبسوطين تعالى نسافر والولد بعد الشر ما جابش مجموع كويس قوي في السنوية العامة مش هيجرى حاجة ده مش نهاية مطاف وما تستهلش أن احنا نمنعه من المصيف لا تعالى نسيب المشكلة دي هنا ونسافر نقضي وقت ونتبسط به هو لإن احنا أصلا وظيفتنا أن احنا نتبسط بالولد أو بالبنت وإن احنا نبسطه كمان فما تاخدوش معاك بقى تدايقه وتوقع تقوله أنا ما حصلش حاجة السنوية العامة مش نهاية مطاف سيب كل المشاكل اللي تخصك وتخص أسرتك وتخص مراتك وتخص أولادك سيبها في البيت لو أنت طالع تصيف وعايز تنبسط سيب كل مشاكلك في البيت دي أهم حاجة أيها